بحيرة المنزلة أو تانيس حسب الاسم القديم من أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر وأخصبها على الإطلاق بيتوفر فيها كل المقاومات الطبيعية لتربية الأسماء من المواد الغذائية إلى اعتدال المناخ طول العام البحيرة بتنتج حوالي 48% من إنتاج البحيرات الطبيعية بحيرة المنزلة بطبيعتها الجميلة ومياهها الصفية بتعتبر محمية طبيعية مهمة بتطل على أربع محافظات هي دمياء، إدى أهلية، برسعية والشرقية وبتوصلها مياه النيل العزبة عن طريق ترعة السلامة أما المياه الملحة من البحر المتوسط ترمي الشبكة بقى وإنت واقفة عم وقتساة ممكن أن أرميها وأنا قاعد برد أرميها وأنت قاعد عشان أنا مع أعش لا، أنا أرميها وأنا قاعد عادي ماشي يعني ممكن أن أرميها كده ها أرميها وأنا أرخي بقى في المياه لما تمشي أنت بقى تنسل كده أعجر أن نسل الغازل علىك ها، وبعد كده هوت بقى تقعد بقى تقعد بقى تنسل في كم الشبك ده يعني حوالي خمس دقايق أو عشر دقايق بالكتر أو سبع دقايق يعني من خمس دقايق خمس دقايق تقعد تنسل الكلام تلم بقى إمتا أه بعد برده يجي عشر دقايق برده يكون ألم تاني تقعد بقى كل شوية تفردها وتلمع 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 وتلف في المحيط بتاعك ده تطلع بقى تطلع سمك إيه من من هنا؟ يعني في الظروف اللي إحنا فيها دي تطلع شبار أخدر شبار أخدر زغير ينفع أقلي ده؟ لا، هو شوي، الشبار الأخدر معروف إنه هو شمك هو صحيح إن السمك الغالي فيه دايماً بديله سمكة رخيصة، قالوا لنا في اسكندرية كده؟ أكيد، أكيد، شبهة وشبه الطعم شبهة وشبه الطعم، شبهة في الشكل وشبه الطعم أبو داقة؟ ليه داقة سوداء قدام الدل بتاعها ها، سمك إيه تاني شبه سمك تاج؟ والله فيه يعني فيه القروس فيه شبه وسمك اسمها الصنفرة، بس بها شوق في المتعطة المياه الحلوة شبه القروسة الحلوة؟ ليس بها القروسة بس مياه حلوة بس مياه حلوة بس مياه حلوة بس بها شوق بس السمك المياه الملحة أحلى قوي من سمكة كتير، كتير معروف صح؟ طب ما رأيك يا عمّا؟ اي واجدين فنحن نتحرك شويًا وعشان نسهلك ان تكتر ترمي الشبكة بك الكالعات؟ ليس لكي؟ لي بحيرة مش عميقة؟ لا 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 بحيرة مش عميقة لو أريد أن تقفقها، فأنا سمكاك ليس، 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 ليس السمك المياه الفئيات تسويّة لك يا عموان؟ ماذا؟ السمك المياه الفئيات؟ المياه الفئيات تسويه كتير تسوى كتير حاجة حرية براحتك تستغل براحتك وتمشي بمزاجك وما بش حاجة معالك بحاجة انت التاجر بتاع عمواجدي؟ ايوة بش اسمك ايه معالك؟ زغلول عم زغلول؟ عم زغلول هو اللي انت بتبيع عنده يا عمواجد انت اللي جايب له السمك ده؟ ده سمك ايه بقى؟ مولتي مولتي صغير ومولتي كبير وده وسط مش فيه اكبر من ده؟ بيه؟ ده وسط يعني وانت تجيبوله هو بقى يخط عليه مكساب ويبيعه هو يخط عليه مكساب ويبيعه صحيح طب انت لو حد جاي مثلا عايز يشتقي منك جوه البحر وقالك عايز اتنين كيلوشة ماتبعلوش 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 وانت دايما بتروح لعم زغلول ولا ممكن تروح للتجار تانيان؟ لا لا هو التجر بتاع هو التجربة وانت مرضي ده وده النظام وكل حاجة حلوة اوف كده تقسيم الارزاق حلو صح؟ صح؟ وانت يا عم زغلول بتبيع لصيصيادين من تاني غير عم واجد؟ يعني ناس كتير برضه كم صياد عندي؟ يعني عشر صيادين عشر صيادين؟ اه طب تبيع من الساعة كام للساعة كام؟ من الساعة تمانية صوح للساعة أربعة اللي باخر اخر النهار تقفل الكشك وتروح اه تمانية وتكون محاسب عم واجدين؟ اه تمانية يعني محاسبه الأول؟ لا لا محاسبه الأول اه حاسبه الأول وتخلصته تمانية وانت بقى زي ما يقسم ربنا اي من نعمة بالله اي يعني زي ما انت واخد التعب والشقة واليايجي يما يجيش عم مكزغلول برضو واخد يربنا يبعت الزبون انت عايز سمكة هو عايز زبون حسنا حسنا السماء اللي باستنى جايب السمك وهو مستنى الزبون يجي له عم زغلول تلفلي بقى اللي اخدناه؟ ماشي ماشي يلا لفلنا اللي اخدناه خاني يوم جميل يا عمو والله يوم جميل الحمد لله والله العظيم والبحيرة جميلة وهدية اه وانت اخلاقك هدية من البحاء الحمد لله حسنا اما نشوف بقى تلقات ازاي في الصورة معانا زملتنا سارة بطلع الناس من جوة يطلعوا برنا وريني يا سارة طلعت الله الله مرسي يا سارة لا ده انت طلعت امير حقك لا يصلح حقك والله العظيم جميل لا يصلح حقك زي الممثلين الاجانب هوا يا عم وجد جميل يا عم وجد السدة فنه محتاج صبر وقلبه مؤمن بالارزال هتشوف عجايب جوه البحر حقيقي سبحان الخلاق حتى السمك رزق البعض كبير بياكل في صغير ورزق لينا والغرنة ودي عبرة منها بنتدبر ارمي حمولك عالرحمن قول يا رب وسبهانه كل اللي جاف ربنا عشمان اطرادك وتحسن حالك موسيقى 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 موسيقى